يعني كانت دخلته؟ دخلت إيه وحباب إيه؟ دي بالها أكتر من سنة مرمية عنده في البيت أكيد إيه اللي قتلت؟ إيه دي يا مدام لو سمحت سيدة عبد الحميد فندم انت سيبت الحفلة مع الديوف ومشيت مش كده؟ أظبوط يا فندم المرحوم مبارح كانت حالته إيه؟ يعني كان متوتر متدايق جاله مكالمة التليفون أزعجته خالص يا فندم بالعكس تماماً دي كانت ليلة لطيفة جداً وزي ما قلت لحضرتك معالي الوزير شفيق الجمل كان موجود معانا وشهد على عقد الجواز بس هو في حاجة لازم حضرتك تعرفها مرطبي مبارح الصبح اتنازل عن شركته الـ دا اليهانم يمذبتي يمذبتي السودة الحقيقة يا فردوس أكيد هي اللي قتلته بعد ما تجوزها عشان تاخد كل حاجة إيش معقول إيش معقول يهانم اللي حضرتك بتقولي ده انت تخرز خالص ما اسمعش صوتك انت كنت عارف كل حاجة بينهم مالهي هي ربت ليه؟ ثابت الفيلا ليه؟ حضرتك أنا لما طلعت لهم مبارح عشان أقول لهم إن ما دام ليلة تحت هي ساعتك تلابس بوردوس أنا مش عارفة هي غيرت ودومها إمتى ولا طلعت حتى من أني حتة أنا خلصت يا بيت حد بيه ليه لغمار يا دكتور؟ ما أعتقدش إن فيه شبهة جنائية أزمة قلبية حد ده اللي واضح من خلالك كشف المكداة والمعاينة للجثة والتقرير من فصل هيبة بعد التشريح شكرا يا دكتور بعد إذن حضرتك حبيبي يا مستمرات؟ سرعة شوية يا أب يا حبيبي يا مرات يا حبيبي يا مرات أقدرتك المقريب يا مرات أقدرتك المقريب شوفتين أختار، أقدرته أقدرته يا حبيبي يا مرات سرعة يا أب مستهو سرعة يا أب مستهو مستهو في الفي رأي أقدرته أقدرت المترجم للقناة 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 هو انت شاكك ان انا اللي قتلت مراد؟ اكيد لا يا طب وبعد ما التقرير يطلع شوف انت بقى عايزة تعملي ايه؟ والله انا شايفة ان اول حاجة لازم اعملها ارجع الشركة للملاد مراد تلين وصلوا مصر كمان انت تتجن انت يا بنت انت ولا ايه؟ شركة تلت ركاية انت عارفة الشركة دي راسمالها قد ايه؟ خمسمائة مليون جنيه نص مليار اه بس مش من حق ايه؟ هو ايه ده اللي مش من حقك؟ ولا من حق ولاده انت عارفة صاروة مراد برا الشركة خالص تسوي قد ايه؟ فروس كتير كتير قوي الشركة دي ما تجيش ربقها اصلا وانت عملتي حاجات كتير حلوة المراد اعتقد الشركة دي من حقك وانا ينفع اعمل كده؟ تي لازم تعملي كده مراد الله يرحمه كان اهم بني ادم في حياتي وانا عارفة كويس قوي قد ايه الشركة دي خدت من حياته ومن اهتمامه عشان كده انا بقولكو في اول اجتماع لي بيكم ان كل حاجة هتمشي زي مكان مراد عايز وكأنه عايش بالزبط اي عقود اي مستندات او حتى اي شراكة القرار فيها يكون زي كأن مراد موجود وانا عايزاكو تساعدوني عشان دا يحصل دالي هانم فيه زيارة ضرورية جدا لازم تحصل للبنك علشان نسجل توقيعي لان دا اللي هيتم بيه صرف الشكات اللي باسم الشرك مفهوم وامت المفروض دا يحصل ممكن يا فاندم بعد اجتماع وباشرة تماما ماذا اذن حضرتك؟ احنا بعد وفاة المرحوم وراد في اقول كتيرة جدا لازم ناخد قرارات فيها لان دي مرحلة تانية لا براو قاعد على كورسي بابا وكمان عامل اجتماع هو انت فاكرة نفسك بقيت صحبة الشركة دي بجد ولا ايه؟ انتو دخلتوا هنا ازاي؟ اطلب الامن يا سعد انت تطلبننا الامن يا حرامية يا وطيف والله لا رجعك الشرع اللي جتي منه هترجعي الشرع بس انت انت اللي ما يصحش انت اللي ما يصحش هو ايه ده اللي ما يصحش يا السيد عبد الحميد؟ اطلبوك يا سامح بيه؟ ويا ترى فين مختار بيه؟ وايه رأيه في اللي بيحصل هنا ده؟ الامن فين؟ امن؟ انت فاكرة الخطة اللي عماتيه عشان تاخدي اخوية وتموتيه وتسرأيه هاتك منت؟ لايلا هاتك منت؟ والله يا حدخلك السجن لايلا هاتك سامح بيه؟ احنا ممكن ندخل المكتب نتكلم بجدوك مكتب ايه؟ يطلعوا برا برا؟ مين دا اللي يطلع برا؟ ه انت اللي تتومي تتلعي برا؟ اعني من على الكرسي بابا انا حتروضي الهوية ومش حتروضي شركة مرادة بارس او مش كنا من شركة مرادة بارس انا حتروضي St.G كبيرة عليك اوى الكرسي ده يلا اانت اللي حتروضي بره ساكرة وهاخدها فشاكرة هاخدها لمس الايدك ناس الايدك شبت انت مكنوله ماشي لازم كبيرة عليك يا قوي يا واطس يا ترجعي الشارع اللي جيتي منه فضل طيب يا جماعة حس كده الاجتماع خلص تقدروا تتفضلوا اشتركوا في القناة موسيقى 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 انتي تأخرتي عليه أول مرة دي قاله هو انا معرفة قاله خلاص مش هسابت عندها بالن موحشتني قويحة من انا مريحة تفضل في حب وما فيش حاجة هتبعدنا عن بعض أبداً فعلاً هتاخذي شاهين النهاردة؟ آه خلاص هيخطوه مفيش سبب بقى أي منه أن يكون بعيد عنه مان هنسأله أنا نش عارف أشكرك إزاي أنا يوم ما جبتلك شاهين أول مرة لا كان معايا ورق ليه ولا كان معايا فلوس اللي انت عملتيه معايا ده مش هنسهولك طول عمره ربنا يقدرنا على فعل الخير فكرة يا لوبنا اليوم اللي انت جبتيه فيه آه طبعاً فكرة دي كانت أصعب حاجة عملتها في حياتي أنا مش ممكن حنسى شكلك وانت واقفة بتعياتي على باب الدار لما سلمتيني شاهين ماشي هو كله بيعدي نوم من الواحد دايماً يدور على فرصة يعمد فيها اللي فات طب وموضوع الدار اللي كان على بابا اللي هربكم من بلد لبلد ها؟ لا لا الراجل مات أنا هي راجل الراجل اللي كان عايزقت الجوزي وخلاص دلوقتي هيرجع لداره وبيته والحقيقة اللي كانت ضاعة من لنا رجعت لنا تاني خلاص بعد كده ما فيش حاجة هتخوشت ماندها مسابة أنا مش عارفة أقول لك إيه ما كانش فيه مكان آمن من هنا وحط إبني فيه هعز على يا فرائك قوي بس إن شاء الله من هنا ورايح هنبقى بزورك أنا وشاهين إن شاء الله يا حبيبتي تنوري يلا يا حبيبي يلا بيده هاشم سيد الجزار عند أربع مطاعي أمر تاجي عايش ما بين العبوزة ومشهورة عناوين لأربع محلات بتوعي مصاري في الشغل أنا ما بتنطعش ليه؟ مفكر الراجل ده بيرجع متداوي البدله تحت البيت لا أنا مفكر في حاجة تانية عايز ألقى فطونه راشد لسه فكر مراتي مراتي الست الوحيدة اللي حبيتها في حياتي وراجل ده مش بس ابن عمي ده أخوي تربع على كتافي كل ما كنت كل ما كنت ملف وشي مراتي أشوف الشغير إحنا عايشين في بلد فيها مئة مليون بني آدم فيها كحور ياما وشقوق ياما ومسير الحياة يتلقى هيتلاقوا هيتلاقوا يا أونسي بتعارف إن أنا متجاوز وعند عائلة؟ ما عرفش عنهم حاجة به لي خمس سنين اللي شبهنا ماينفعشوا يبصوا الورق لو بصوا الورق يرشعوا موسيقى أهلاً سيادة الوزير أنا كويسة الحمد لله زي حضرتك وبردو أعزو متك كترة قوي الفترة دي لا إن شاء الله طبعاً هاجي مختار آه مختار هقول له طبعاً أكيد أكيد هيجي آه آه لا مش فاهمة مين الناس دي آه أوكي ماشي لا طبعاً هاجي أوكي شكراً على عزوما مع السلامة سيادة مع السلامة لسه ما ردتش عليك بردو؟ نا لسه أنت مش كنت مع بعض في الشركة صرتها ليه؟ قايت لي عندها مشوار مهمة هي سابتني من هنا والوزير شفيق جمل كلبني من هنا عملين عزوما ولازم نروحي يا رب تكون هيا أهلاً يا داني بسم الله وإن شاء الله ومين الأمر اللي معاك ده؟ دايبني طيب حافظ وجوه لو سمحت يا مختار يعني كل ده كان كذب بتستعبطيني أنا هو مرد انت ايه؟ اشتانة؟ على فكرة أنا عارف كل حاجة عنك يا عسلية عسلية؟ اه مش راشد الغول البلطاجي كان جوزك؟ ولا محروس؟ سواي التاكس بتاع اسكندري ولا طارق أبو الهدي اللي نام جوه؟ لا أنا أنا مش فاهم حاجة وانت ايه اللي سكتك كل ده؟ عشان حمار غبي أكتر من سنة أنا عرفت عنك كل حاجة بعد ما عملتلك الفيش عارف اسكندت ليه؟ عشان صايبتي علي قلت إزاي واحدة ناسي كل حاجة في حياتها اللي فاتت نيجي إحنا نحسيبها عليها كده ليلا كان عندها حق انت اللي قتلتي مراد انت اللي قتلتيه مست؟ لا مخلصتش أنا لغاية دخلتك عليها بالودع على إيدك أنت ممكن أعمل أي حاجة علشان أدفع عنك إن شاء الله لام حياتي أنا فكرة أنا مش حاسة بالزمن ولا عقد أعيط لك وقالك سمحني عشان حياتي كان كلها ظلم قبل كده انت مجوزتي ثلاثة وتحبت علي لو سمحت اسمعني ما تعتعنيش أنا البني أدمن اللي بقفوا قدامك دي بلها سنين ما تجري وخايفة وهربانة وكل ما لاقي ما كان استخبى فيه من الشر اللي بيجري ورايا ألاقي الظروف بتجبرني النهرة بوجيت هيني لغاية ما لقيت مراد وكان لازم عمل اللي نعمله وأنت على فكرة يساعد تاني انت هتخرفي أنا ما بخرفش يوم ما مراد خبطني بالعربية كنت هربانة من أمينيا وانت عرق أبو إبن وبرضو بعد ما انكشفت أنا فكرة اللي لدي كويس أبو كنت انت والدكتور مراد وقفين حوالي في المستشفى سالوني انت مين وساعتها انت سائلتني وانت وانت نسي اسمك ولا إيه كأنك بتديني المفتاح اللي كمل فيه بعد كده ده اسمه جنان اللي انت بتقوليه له ما هو مش ده بس الجنان اللي حصل في حياتي أنا قدامك يا مختار وانت عارف عني كل حاجة أنا كل اللي أنا عايزانه اني مهربش تاني وعايزك يساعدني على كده مختار أنا عارفة انك بتحبيني وانا اتعابت أنا اللي قابلته في حياتي مفيش مني قدم يستحمنه وما صدقت لاقي فرصة عايش فيها مع ابني بأماني ولو انت هترفض تساعدني عايزك تديني فرصة فرصة ليا انه عربتيني انه عربتيني